هذا واندرعت اليوم الشبكات العنيفة بين الجيش ومليشيا الدعم السريع بالقرب من مقرية الجيش في الخرطوم ومناطق جنوب العاصمة من المقرر أن تنتهي ليلة هدنة الثلاثة أيام المتفق عليها ما بين الجانبين ومع دخول المعارك أسبوع الثالثة لا تزال العائلات في العاصمة وفي ضواحيها تعاني نقص الغذاء والمياه والكهرباء والسيولة النقدية